الانتهكات الإسرائيلية تتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسط صمت كبير من المجتمع الدولي كنا نتحدث في الأيام الماضية وكاد هناك حالة كبيرة من الحزن على اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين نابو عقلة والأمر يتكرر مرة أخرى مع الصحفية غفران ورأسنا صحفية أيضا الفلسطينية الشابة واغتيال ميداني أمام أعين الجميع الاعدامات الميدانية تتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع هذا العام 2022 وحتى الآن تم قتل أكثر من 60 فلسطينيا مع الأسف الشديد كل هذه الأمور تمر ولا محاسبة للاحتلال الإسرائيلي بالرغم حتى من حديث وزير الخارجية الأمريكي عن ضرورة إجراء تحقيق عادل ونزيه إذا اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على المضي قدما في عمليات الاغتيالات وأيضا الإعدامات الميدانية تلك عموما دعوني أرحب الآن بالدكتور جمال عمرة الأكاديمي الفلسطيني الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب أهلا بحضرتك دكتور جمال حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام خلص تعازينا لحضرتك ومع الأسف الشديد يعني الاحتلال الإسرائيلي يواصل تلك العمليات الهمجية نعم وسوف يستمر وهذا الاحتلال عندما لا يجد يعني عقاب يسيء الأدب اهلا شكرا